اسمحوا لي أدوكي فكرة عن واحد من أحسن السيستمز وأكثرهم مبيعاً في الفترة اللي فاتت بيعنا منه حوالي يمكن واحد جيجا وات ألا وهو السبيد ريل السبيد ريل ده عبارة عن مكون أساسي في الدوم سيستمز اللي هو 10 أو 15 درجة وفي نفس الوقت السبيد ريل ده بيستخدم كسيستم مستقل للروف باراليل يستخدم خصوصاً على الكوريجيتي تشيت زي محضراتكم شايفين وده عبارة عن روف هالر يعني 0 ديجري ممكن طبعاً على الفرت روف أو على التلتد روف السيستم ده سهل جداً وبسيط تركيبه بيكون حوالي أربع خطوات بيتكون من السبيد ريل سبيد كليبس واليونيفرسال كليبس اللي هو من 30 إلى 50 ملي متر زي وزي كل السيستمز اللي بتقدمها كي 2 لسبيد ريل اللي تعمله كل الاختبارات وخصوصاً اختبار التمدد الحراري اللي هو الثيرمال اكسبنشن علاج الثيرمال اكسبنشن فكرت كي 2 عن طريق السبيد كليبس إن هي تكون إلى حد ما متحررة علشان لو حصل تمدد حراري التثبيت بيكون في ناحية من النواحي وبيكون في بضعة ملي مترات بتساعد التروفايل على التمدد في حالة التمدد الحراري المعطارة فعليك اسمعوا لي برضو عديكم فكرة عن واحد من أحسن السيستمز عندنا اسمه ميني ريل ميني ريل من اسمه إن هو بيتكون من قطع صغيرة سهلة التركيب ومعها اليونيفرسال كليبس ثلاثين لحد خمسين ملي السبيد ريل ده بيستخدم استخدامين أولا بيستخدم كروف بارالل سيستم على الكوريجات شيت زي ما حضرتكم شايفين يعني زير الدجري ممكن برضو يستخدم مع سيستم اسمه ميني فايف ليوصل التلت لخمس درجات الميني ريل سهل تركيب خفيف وقطع صغيرة بيوفر أكيد في الشحر وبيوفر في الانستاليشن وقت وجهد وأكيد فلوس حاجة أخيرة أحب النهاردة أعرفكم عليها أوديكم فكرة بسيطة عنها ألا وهي السولا فاستنز السولا فاستنز زي ما احنا عارفين هي عبارة عن المصامير مختلفة الأحيام والخامات والأبعاد اللي بتستخدم لتثبيت البروفايلز على الخشب الحديد أو الخرصانة ممكن تستخدمها مع السينجل ريل أو مع السوليد ريل ونفس الكلمس هي هي اللي بنستخدمها عبارة عن الونيفرسال كلمس الوان ميد أو الوان اند اشتركوا في القناة مجددا برونان خjours ومن نحف الجزء صب этой والد يوم نحف ما ق蘇 بل النوا